من جديد بجد انتهاي بك كابتن ايمان بوديوفك الكرام بكل مشاهدي ومتابعي شاشة القناة النادلالي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادلالي على فريق سريديب بهدف مقابل لشيء في مورات الذهاب سعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء مستر كيفن جونسون المدرب العام للفريق النادلالي والدكتور عمر محب دكتور عمر بولو مبروك على الفوز بداية مهمة في ظل ظروف ملعب صعب جدا طقس سيء جدا غيابات لعبين وغياب مصدر بيتو موسيومان أولاً أعتقد أنه أهمية أننا نتعرض أن كل من يوم يكون متأكد أن المدرب لا يكون في المدرب لكنه يكون معنا في كل مرة ونحن في التحديد منه لكنه يكون معنا بروحه من خلال توصياته اللي هو بيبعثها للعيبة من خلاله من خلال كيفن أنا عارف خلال الفترة اللي فاتت كان فيه اجتماعات مستمرة يعني فيه اجتماعات بالدور مبين وتواصل مستمرة من غير بلخلال بيستر بيتسو موسيماني مع مستر كيفن جونسون واللعبين مستمرة من قبل ومساعدة من المدرب مستمرة من خلال الإجتماعات ومساعدة للمدرب أعتقد أنه يدفع سنقل الى الأجمعات الماضية لعلي من الآخرين الإجتماعات الأفريقية وكما تتحدث عن الوضع وكما تتحدث عن المنزل هذه هي الأشياء التي أعتقد أن المساعدة التي كانت في المنزل اليوم يتعرفون أن يجب أن يذهب إلى هذه المنزل لكي تتحدث عن المنزل هذه هي لعبة كبيرة ونزل الملعب قبل أن تنزل عندها في ذهنها وهي عارفة أن الصعوبات ستقابلها أن الملعب سيكون سيئ ودرجة حارة ستبقى عالية فهم عارفون أن هذا مسبقة من قبل اللعب المباراة مستر كيفين على الرغم من الغيابات التي يعاني منها فريقين الناد الأهلي وتغيير في بعض اللعبين وجود ياسر براهيم مكان أيمن أشرف أو أحمد رمضان بيكا مكان محمداني لكن اسلوب لعب الناد الأهلي وطريقة لعب الناد الأهلي لم يحصل فيها أي تغيير نفس الشخصية ونفس الطريقة اللعب المميز نحن نعتقد أن الملعب قد تتعلم جيدا في حالة تتعلم وكما قلتنا نحتاج إلى أن نضع بعض الملعبات في الملعب من الزرق الثالثة ونحتاج إلى أن نعطي بعض الملعبين الذين لا يملك أيضا لعب مرة أخرى ونجد بعض الملعبين ونحن نستطيع أن نعطي كل الملعبين لأن نعطي كل ملعبين ونحتاج إلى أن نستطيع أن نقوم بالفعل الملعبين وفي الملعب النبع فقط إذا لأن هذا لا يстعلم بشكل بشكل أول السؤال أنه برغم من تغيير لعبين أداءنا كان هو ما تغير شودي حاية كهيسة مستر كيفين سلسية خط الوسط الدهاردة يعني حمدي فاتحي وأليو ديانج وأكرم إحتلنادي الأهلي أفضلية مهمة جدا في نوء منتصف ملعب في ظل أنت بتغياب مجدي أفشا وناصر مار وواليد سلمان من مركز عشر أفضلية مجددا لعبين السعين ونصر مهات لعبين أن يكون مهاته وهذا كذب هو أن تخدر أفضلية مجرد أفضلية مجددا في الماضي لأنني أعلم أن هذا الفن يمكن أن يشعر هناك هذا الفن يوجد ونحتاج الوقت فإن هذا ما تحاولنا كما تقول أيضاً هذا النقطة ستكون رد على النقطة السابقة سيكون لدي لعبة جديدة وأيضاً أجرب طريقة لعبة جديدة لو حالي يوجد إصابات حقاً غير طريقة اللعبة وفاءة حسب لعبين المتاحين هتكون حقاً كويساً لأقول عندي فكرة من يمكن أن يلعب فيه ومن يمكن أن يؤدي وبكده أعزائي مشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي النهاردة الأمبراطي الأهلي في دور الاثنين وثلاثين لبطولة أبطال الدوري والتي انتهى لفوزي النادي الأهلي و1-0 ألف مبروك للنادي الأهلي وبالتوفيق دائما إن شاء الله بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة كابتن علاء ميهوب ألف شكر كابتن علاء شكرك أعين مبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله مبركة كابتن عادل مبروك كابتن عدي الله يخليك مبروك يا إبن كابتن هاني نورتنا ألف شكرا كابتن هاني يا رب إن شاء الله والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حص المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى والستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي